بس قولي يرجع ازاي؟ انا ازل عناية دي ازاي عشان ترجع كويسة؟ خرج الطبيب اللبناني نادر صعب عن صمته بعد الجدل الواسر الذي اثارته الاعلامية ريهام سعيد واتهامته بتشويه وجهها بعملية تجميل فاشلة وفي تسجيل صوتي لموقع ايتي بالعربي عبر الطبيب نادر صعب عن دهشته لاتهام ريهام سعيد له بالتسبب في تشويه وجهها مؤكدا انها كانت عندما اتت له في العيادة كانت تعاني من اثار عمليات سابقة وتوعد بمقادتها قائلا حضرت ريهام لعندي قبل عشر شهور لاجراء عملية شد للوجه والتخلص من مشاكل كانت تعاني منها نتيجة عمليات سابقة واجريت العملية لها وراضي عنها جدا بعد ان رأيت النتيجة خلال مقابلتها الاعلامية بعد العملية وتابع نادر صعب عملية ريهام من اجمل النتائج التي تحصل عليها اي سيدة بعد عملية شد للوجه ما بعرف اين التشوهات التي تحكي عنها ووصل نادر صعب طبيعي بعد اي عملية يكون عندنا تورم او ندبات لكن كل هذا مؤقت اليوم انا عم بشوف نتيجة شد وجه من اجمل العمليات وطلع مثل الامر واستكمل نادر صعب انا راح اقضيها بالمحاكم وراح اتهاون او اتنازل عن حقي ابدا ووفقا لما ورد فيه برنامج اي تي بالعربي اكد نادر صعب ان ريهام سعيد اشتكت له ان اطباء شوهوا وجهها خلال الثلاث اعوام السابقة قائلا قالت لي ان اطباء تجميل شوهوا وجهها في الثلاث اعوام الاخيرة وصار عندها عين اكبر من عين وهذا اثر على وجودها في اعمال فنية وجعلها تبتعد عن الشاشة كما كانت تقول لي حيث تظهر وكأنها امرأة عجوز وتابع نادر صعب اجريت العملية لريهام في شهر مارس الماضي وعالكت لها امور كثيرة مثل مناطق دهنية في الوجه وازمت عينها وصارت احلى بكتير منذ قبل وانتعى الامر شأنها كشأن اي مريضة ولم تشتكي من اي مشاكل طوال الشهور الماضية واكد انه فوجئ بالمنشور الذي خرجت به ريهام سعيد قائلا يبدو ان استعمالها المنتجات عناية البشرة غير صالحة تسببت لها في مشاكل بوجهها وفي النهاية طلق اللوم على العملية الجراحية رغم انها اجرتها منذ عشر شهور وظهرت بعدها على شاشات التلفزيون ولم يلاحظ الجمهور شيئا غريبا في وجهها كانت الاعلامية ريهام سعيد قد كشف التفاصيل ما حدث لها على يد طبيب التجميل اللبناني نادر صعب وفي مقطع فيديو حرصت من خلاله ريهام سعيد على الظهور دون فلتر او مكياج لتكشف تفاصيل ما حدث لها في عملية التجميل التي تتعالج على اثرها منذ ثلاث شهور وقالت ريهام سعيد انا طلعت النهاردة من غير فلتر ونا مكياج عشان اواريكم العملية اللي الدكتور بيقول ان راضي عن نتيجتها واضافت ريهام سعيد اصال عمل التجميل وتلعت زي الامر وغيرها من الفنانات ومعلنوش وعارفين انهم هم بس اصغر هل ده شكلي؟ هل الطبيب ده مغيرش هويتي؟ انا علشان اخرج من مطار بيروت احتاجت وثيقة تثبت ان انا اللي موجودة في البصبور لانه غير شكلي ودي اكبر جريمة انك تخليني ابص في المراية معرفش نفسي وتابعت ريهام سعيد الدكتور بعد العملية مبوزة عمل فيلر في وشي على الحفر اللي ظهرت بعد العملية الفشلة بعد ما بوزلي شكلي وعملي خطوط زي الشيطان وعملي خياطة تحت العين ودي جريمة وحجبي زي الشيطان عشان كده عملت تتتو مسحت الحاجب وعدلته عندي صور كتير بعد تهاله وقوله الورم ده حرقني وعيني متشعلقة فوق واجعيني عايزها تنزل كده وتعباني واختتمت ريهام سعيد انتقادكم لينا المستمر هو السبب اللي بيخلينا عايزين نظهر باحسن صورة بعد التجربة دي تعلمتي ان الواحد يرضى بشكله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر